ترشيحات جائزة الـ Golden Globes التي تمنحها جمعية الصحافة الأجنبية في هوليود تعلن بداية فصل الجوائز السينمائية حيث رشحت عن فئة أفضل فيلم درامي الأفلام التالية The Social Network, The Black Swan, The Fighter, Inception, The King's Speech خطاب الملك يروي قصة الملك جورج السادس وكيف تغلب على مشكلة التلاثم في النطق الفيلم حاز على سبع ترشيحات أبطرا مكتenda أبطر آخر ترجم لي صديق لي الله واحد però őled صديق لي آخر أخر وهنها ٢� doesn't آخر رايان غوسلين بلو فالنتين مارك والبرغ The Fighter The Social Network يتطرق إلى قصة مؤسس الموقع الاجتماعي على الشبكة فيسبوك والذي بات يضم ملايين الآضاء من حول العالم وهو حاز على ست ترشيحات من بينها أفضل أداء لجيسي أجزنبرغ ما يساوي ترشيحات The Fighter رابط هول دراما تصورو ثنائيا سعيدا إلى حين يفجع بموت ابنهما وهذا أول دور من هذا نوع تقوم به نيكول كيدمان في وينترزبون تقوم جينيفر لورنس بدور مراهقة تبحث عن والدها بعد خروجه من السجن أما عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية نذكر الأفلام التالية الإيطالي أموري والدنماركي بيتر ويرد والذي إيج وبيوتيفل بيوتيفل فيلم سودوي يتعاون فيه كل من المكسيكي أليخاندرو جوانزاليس نياريتو والأسباني خفير بردين وفيه يتطرق إلى سودوية الأحياء الفقيرة في برشلونة عن نفس الفئة أيضاً الفيلم الفرنسي لكونسير الذي يصور حياة قائد أركسترا البولشوي تفصله السلطات السوفيتية من منصبه ويستعيد دوره بالقوى خلال حفلة باريسية حفل توزيع جوائز الدورة 68 للجولدن جلوبس تستقبله لوس أنجلوس في 16 شهر يناير المقبل